السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عاملينيه النهاردة احنا هنتكلم عن كاسيو جي شوك جي اس تي اس مية وعشرة دي اللي هي يعني اللي هي معروفة عليها اسمها جي ستيل نتكلم كده في بداية عن ساعات كاسيو ساعات كاسيو كانت ابتدت سنة 1974 اللي هما لما اكتشفوا اول حاجة خالص اللي هي اللي هي الساعات الرقمية واول واول اصدار اصدروه كان دي دابيو خمس تلاف كانت اصدروها الساعة دي شوك كانت بيهتموا بالستراكشر وكانوا بيهتموا بالقوة واللي هي تبقى الساعة قوية واللي هي لما تقع من الارض ما تتكسرش وهكذا دلوقتي حاليا في الفين وتسعة عشر وفي الالفنات دلوقتي اه كاسيو بتهتم بالسولر باور اللي هي الساعات اللي بتشتغل عن طريق الشحن الضوئي اه بالاتوميك باور الاتوميك باور دي اللي هو الانسان يعني مش محتاج ان هو يرسط هي الساعة بتشتغل وحدها اه حاجات زي بقى اللي هما يحطوا بقى البيس البروميتر الحاجات كده كتير ويحطوه قلب الساعة والجي بي اس وحاجات كده كتير عشان تشتغل في الساعة دي. تمام? النهاردة انا هكلمكم عن الساعات اللي هي يعني من اه من وهي اسمها الجي ستيل. الجي ستيل دي اه اهي. اهي. طيب. اه ممكن ما تكونش جايبة اول اه بس هي الجي ستيل. الجي ستيل دي اللي هي الموديل هيبقى جي اس تي اس مية وعشرة دي. او جي اس تي اس مية وعشرة وخلاص. مش الف ومية يا جماعة ما عليش. يا اسوانا كنت حالة كده اول ما جبت الساعة دي فكنت على طول اقول جي اس تي الف ومية جي اس تي الف ومية. لا هي دي جميع زي زير وكد. بس هي اسمها جي اس تي اس مية وعشرة. آآ الساعة دي يا جماعة. انا كنت بستغرب الي بيلب الساعة مقصة اربعة و四十五. يعني كنت دي بستكبرها قوي. الساعة دي كبيرة قوي يعني. اربعة و四十五. انتوا حفي mi الساعة دي ماιαسة ستين. ستين. بالزبط خمسة وتسعة من عشرة. تسعة وخمسين ملي. تسعة وخمسين ملي يا جماعة الساعة دي كلها تسعة والكمسين ملي. تخيلوا انا كنت بقول على اللي فوق الخمسة واربعين او الاربعة واربعين ده كده ساعة كبيرة. دي مقاس ستين. ستين والله لو دخلته على التصف Rudi Angel. هتلاقيوا ان الساعة دي مقاس خمسة وتسعة من عشرة. انا جبتها ليه بقى? انا بصراحة مش انا من احلامي ان انا كان نفسي البس ساعة جي شوك جي ستيل. وكان من احلامي برضو اللي انا اجيب او او جي بي دابيو اللي هي فيها جي بي اس وفيها راديو كنترول وكلام زي كم. اه صح ومن ضمن الحاجات اللي بتسعليها اه كاسيو دلوقتي ان هم يحطوا حاجة اسمها راديو كنترول. راديو كنترول هم حطوها في ست دول دلوقتي اللي بتكتب على الساعات من تحت اسمها دي اللي هم بيحطوا زي مراكز اشارات كده في ست دول كانت المانيا والصين وامريكا وكزا وكزا دولة تانية اللي هم بيحطوا زي مراكز كده اشارة ان الساعة انت مش محتاج انك تزبطها الساعة لو انت قريب من الست بلاد دولار الساعة بتلقط اشارات يعني في اي مكان من الست بلاد دولار والساعة بتزبطها الاشارة دي بتطلقت كل حوالي خمس دقايق. يعني كل خمس دقايق الساعة بتزبط نفسها اوتوماتيكلي. بس دي في ست بلاد بس. اما احنا كدول عرب او او الشرق يعني الشرق الاوسط فما فيش الموضوع ده. يعني زيها ما لهاش اي لازمة. يعني لو انت قريت مسلا ساعة يقول لك دي جامد دي تزبط نفسها عن طريق يعني الاشارات وكده والاشارات اللاسلكية لا يا حبيبي يقول له ده مش هنا. ده ست بلاد تانية يعني ست بلدان تانية مش احنا. احنا ملناش علاقة خالص بالدول العربية بالحاجات دي. اه ثانيا بقى الساعة دي اللي خلاني اجيبها ما انا بقول لكم زي انا ده كان حلم من ابن احلامي اللي انا اجيب ساعة زي دي. الحاجة التانية ان الساعة دي متل. والمتل بتاعها تقيل. المتل بصة جماعة في الساعات اليابانية بيبقى المتل بتاعها بقى ضعيف شوية. يعني انا معي دي المتل بتاعها خفيف عن المتل ده. المتل ده تقيل تقيل بمعنى تقيل. الساعة نفسها تقيلة. بقول لكم يا جماعة مقال ستين. بقول لكم ستين يا نهر. كبيرة كبيرة كبيرة. الناس اكرر يا جماعة لو انتم عايزين تشتروا ساعة جي ستيل. اكرر لو انت بتحب الساعة الكبيرة. كان بها. بس انا ما افضلش انك تكون ايديك رفيعة وتلبس ساعة كبيرة. انا باستغرب او يا جماعة من اللي هو ايده صغيرة او ايده رفيعة. انا ايدي متوسطة الى حد ما. بس الرسط بتاع ايدي اللي هي المعصم بتاعي. بس بلاحز ان في ناس ايديها رفيعة اوف زي ايدي كده انا معروفش ما اقسش الرسط بتاع اللي كده. وبلبس ساعة زي الانفكتا. الانفكتا دي تلاقي السيكنس بتاعها قد كده. قد كده. وعمل قد كده. انا بتكلم الانفكتا دي معمولة للشعب الامريكي عشان الشعب الامريكي اه يعني حجمهم ضخم شوية. فانت حاول تلبس الساعة اللي تناسب ايدك. برضو ما تجيب ليش ساعات من الفنتج اللي بقالها من الف يسعلى و التلاتين من الف يسعلى و تلاتين و الف يسعلى و عشرين. لا حاول تجيب الساعات اللي تناسب ايدك. بس كده. الساعة بقى يا جماعة اسمها دول 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 دي. البيزل ده دا. هؤوسه. اه كده انا شايفين بن Patch Till teman. ده بطر حتلاقي فيه مساميرة هي. فيه مسامير متركون. البزل ده فيه واللييير الاسود ده ده دول جارد بيحمي الساعة اكتر واكتر. اللي اي لو الساعة وقت كده على واشتها ده حماية لها قوي قوي قوي. ودى عيب خطير في الساعة. ليه فقب? لان الساعات اللي فيها المادة زي الجي امية. اغلبات الساعات دي شوك كلها انت من بعيدها تعرفها الجي امية. الجي امية وعشرة جي امية عشرين. الكتير اوي الساعات اللي هي بتبقى الريسن اللي هي بتبقى مطائق. اللي هي بتبقى ان الكويتش دي اللي هتعتبر من الريسن يعني. ي Jamie القوية. الفكرة في الساعات الريسن لو انت جيت رزعتها في الحيطة. مش هعمل لها خبط. مش الساعة دي بزاد. او الساعات العموما انا معايا ومعايا كزا ساعة تاني. الفكرة لو انت الساعة تخبطت منك خبطة قوية هتلاقي في نقرة في نقطة كده. نقطة كده. ودي مش هتروح. الساعات التانية بتخبط وتروح راجعة تاني. لكن الساعات بتروح خبطة ولو الخبطة لو الخبطة جد قوية هتلاقي في حصلت زي نقرة كده في الستاليس دي ودي هتبقى مشكلة. بس بس بصراحة الساعة دي بقى عجباني بقى في ايه? ساعة شيك. للناس اللي بتحب تلبس ساعات الساعة دي شيك. انا بلبسها على نص كمي جماعة. طحفة طحفة طحفة. الساعة كمان لو هتشوه فيديو الله اعلم هنزله قابليها ولا بعديها. الساعة العقل بتاعتها بتتفك من جوه مش من برا. اغلبية الناس العقل بتاعتها لازم تفك فيه فيه بتبقى في الفتحة دي كده في زي زي حاجة اسمها تيلة او زي حاجة كده مسكل المفاصل الساعة دي كده بتضغط عليها بسن عشان تخرجها عشان تتاعتها يا عقلة. دي دي العقل بتتفك من جوه. فدي جامد او يا جماعة. دي دي فكرة رهيبة. يريد كل الساعات تعمل مضادة. ان الساعة تبقى ممسوكة من جوه مش من برا. اه الساعة بقى اه يعتبر فيها اغلبية ساعات يعني اغلبية دي شوك. بس بقى فيها ايه? لما انت بتضغط هنا النور اللي بيطلع ده في مثلا في الجي امية او الجي امية وعشرة او اي حاجة تاني بتلاقي النور ضرب على على العقالب بس. لكن مش عامل في بتاع الديجتال. مش منور في الديجتال. الساعة دي فيها بتضرب على العقالب وبتضرب على الديجتال. فانت لو في الظلمة تشوف اللي اتنين. تشوف العقالب. الساعة كام? وتشوف في الديجتال الساعة كام? الساعة بقى دي ده انا لسه قاري حاجة كده جامدة اوه. بتقعد تسع ساعات يعني لو انت حطيتها في الشمس بتقعد تسع تسع ساعات شغالة لو انت بتضغط على النور وبتزبطها وكل حاجة. الساعات دي الساعة دي بتشتغل بالشحن الضوئي. واللي انا عرفته ان الشحن الضوئي في 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 الكاسي لي شوق مش لازم يكون شمس بس بتبقى على لمبات لمبات يعني انا كنتفاكر الشمس بس يعني مش مش زي مسلا الايكو درايف مسلا في 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 يعني انا كنتفاكرせ دا دي بارة اختراع لوحدها اللي هي بتشتغل على اي مصدر ضوء. لكن دي برضو نفس النظام بتشتغل على الطاقة الشمسية المصدر ضوء اهو. وبتشتغل على الانوار الفلورسينت وكمان لو لما انت بتشحنها يا جامل تقعد تسعتاشر شهر تسعتاشر شهر في الضلمة فول دارك يعني انت تسيبها كده في الضلمة لمدة تسعتاشر شهر وهي مشحونة تبقى شغالة وتبقى شغالة تسع شهور آآ بعد طبعا الشحن آآ نور وكل حاجة وفانكشن وكل حاجة لو انت شحنتها وتبقى شغال بها عادي الساعة البطارية بتقعد حوالي خمس سنين او ست سنين حاجة كده جميلة جدا ممكن اكتر بكتير كمان الساعة احلى حاجة اوه في الموضوع ان الساعة بتاعها آآ مش اللي هو اللي هو بيفتح كده وكده اللي هو عامل زي الفراشة بيتفتح فتحتين ده كده انت تدوس عليه تلاقيه تفتح كله ده 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 حلو ده احلى تاني بي بي يعني ايه بيحفر في الايد انا عندي صورة يا ربا يعني الاقيها وحطها لكم على بتاع تليه بيحفر في الايد لكن ده لأ ده كويس قوي آآ وكمان كبير آآ حجم الحجم اللي هو البند ده او اللي هو مستال ستيل باند ده الحجم بتاعه خمسة وعشرين وشوية يعني اقول مقاس ستة وعشرين مع ستة وعشرين ملي الساعة مقاس ستين تسعة وخمسين ملي بالظب тسعة وخمسين ملي الساعة بتاعها ستاشر تخيلوا ستاشر ستاشر ده رقم كبير شوية كبير كبير آآ انصح اللي عايز شتري ساعة جستيل ساعة محترمة جدا فعلا فعلا كوية انا بصراحة كان من احلامي والحمد لله الحمد لله ربنا الحمد لله حق اقلي حلمي ان انا معايا ساعة جي ستيل. اه بس الفكرة لو انت ايدك صغيرة او لازم عبايق عشان تشتريها. لازم تروح وتشوفها وتعينها كده في ايدك وتلبسها. عشان تشوف هي هتناسب ايدك ولا لا. اه بس كده فيه اللايير دبقى بتاع جي ستيل فيه جي ستيل بقى بالبلوتوس بتشتغل على في كزا حاجة. ان شاء الله هحط لكم كم صورة كده لوحدها لجي ستيل او فيديو كده على جي ستيل كده اه اه يعني كده لوحده. ان شاء الله انا مش قوي في يعني في التصوير وكده انا لسه ما تعلمش منتاجها لاي حاجة انا على الله كده. بطلع كده على اليوتيوب. بس والله انا حبيت اللي انا افيد الناس. واتمنى اتمنى يا جماعة اتمنى تدعموني. انا بس بجد بجد محتاج دعمكم على اليوتيوب. عشان عايز اوصل كده لحاجة اليوتيوب معينة. اتمنى ان انتم حضرتكم بس تدعموني تضغطوا لايك. تنزلوا كده تحت وتعملوا لايك. وتشتركوا في القناة. اتمنى الاشتراك مهم جدا جدا جدا. وكمان الناس اللي حضرتكم يعني صاحبكم مسلا محتاجين يتفرجوا على ساعة او يعملوا اه يعايزين مسلا يشتروا ساعة ولا حاجة. يعني تنشروا لهم القناة او تبعطوا لهم القناة. علشان يشتركوا فيها عشان اول باول. واتمنى حضرتكم لو فيه اي سؤال اي سؤال ياريت تكتبهولي في الكومنتات. وان شاء الله ان شاء الله هعمل كده حلقة مجمعة. ان انا ارد على كل اسئلة اللي تخص السعادة تخص اي حاجة تخسيس. اه معارف عامة اي حاجة. اه شكرا جدا لكم. كان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم. اشتركوا في القناة